فالسؤال لماذا يجازف التلاميذ بحياتهم هل لأجل خدعة هل من أجل كذبة أن المسيح لم يقم من الأموات لأن رسالة التلاميذ هي رسالة القيامة أن المسيح فعلا قام من الأموات وأن المسيح منتصر قهر الموت وصرع أهوال الجحيم والهاوية وغلب الشيطان وصيّرنا في موكب نصرته في كل حين أيعقل أن التلاميذ يموتوا من أجل خدعة من أجل كذبة أن يقولوا أنه شافوا الرب وهن ما شافوا الرب أيعقل أنه آلاف مئات الآلاف تموت من أجل كذبة وهؤلاء الناس تغيرت حياتهم تغييرا جذريا كثير من المؤمنين جاءوا من خلفية يهودية لكن الأكثر جاءوا من الأمم ومن العادات الوثنية والممارسات الوثنية أيضا أيعقل أنهم يموتون من أجل خدعة ومن أجل كذبة أن المسيح لم يقم من الأموات أحبائي التلاميذ قتلوا من أجل الشهادة لم ينكروا إيمانهم في أصعب وأحلك الظروف والأوقات بل رفضوا أن يقدموا العبادة للآلهة الوثنية بل رفضوا أن يقدموا إضاءة الشموع للأباطرة الرمان أو أن يقدموا البخور والسجود لهؤلاء الأباطرة بل إيمانهم مبني على أساس راسخ غير متزعزع قلعة حصينة لأنهم فعلا رأوا الرب الحي رأوا الرب المقام وهذا قادهم أن يتحملوا شتى العزبات وكل وسائل التعذيب وهذا اندل على شيء بدل وببرهن على صدق أقوال يسوع المسيح لأتباعه لم يقل شيء لم يفعله فهو الصادق والأمين أيضا